تحياتي وأهلا وسعلا فيكم في حلقة جديدة من سيلفي سبورتي اللي بتجيكم مني أنا محمد عواد عبر قناة سيلفي سبورتي اللي بدعوكم تشتركوا فيها في اليوتيوب حلقت اليوم بعد قمة ليفربون ومان يونايتي القمة اللي اجت بتاع عدل سلبي القمة اللي صارت نسخة من كل قمة من انجلترا تقريبا هذا الموسم اللي هي ببساطة الفرقين بيدخلوا شغالين كثير على انهم يمنعوا الخصم يسجل ما يخسروا ويستنوا الخصم يغلط فلما الخصم يغلط بتغلبوا ولما الخصم ما بيغلط بيطلع تعادل سلبي فكثير صورة نسمع عن قمة انجليزية مملة مع انها قمة اليوم صراحة اخذت منحة جيد في اخر 20 دقيقة لكن قبل ذلك لو انتهت في الدقيقة 70 كان الكلام كثير حيكون سلبي عن قمة انجلترا مباراة جاءت مش بس بحسابات الصدارة وانه يونايتد لأول مرة من فترة طويل بيوصل الجولة 17 و18 وهو في الصدارة لا كان فيه لحسابات اخرى كان فيه قصة التحكيم والهجوم على التحكيم كان فيه انتقادات بلاشة تصير صوتها عالي على ارنولد كلام عن برونو اللي بيختلف في مباراة الكبيرة عن ثلاثة هجوم لفربول اللي مش بمستوى هذا الموسم ودائما مش بمستوى امام يونايتد احصائيا كلام كثير كنا من نبحث عن ايجابته في هذا اللقاء مع مان يونايتد اللي مش خسران كان اخر 11 مباراة ودخل بتشكيلي فيها نوع من المفاجأة 4-2-3-1 بوكبا على اليمين طبعا ومكتوب ناعي وفريد لإعطاء التوازن وبرونو وراشفولد على اليسار وفي الامام مارسيال كانت واضحة الاسماء بوكبا دورو يراقب روبرتسون ويضيف القوة البدنية في جهة فينالدوم ليش وضعهوش على اليسار منطقيا لانو روبرتسون هو الجيد هذه الايام وارنولد سيء للغاية ارنولد هيغلط امام السرعة مش هيغلط امام الناحية التقنية اللي بملكها بوكبا فكان وضع راشفولد على ارنولد ووضع بوكبا على جهة فينالدوم روبرتسون ماني اللي هي الجهة الاقوى لليبربول من ناحية الهجومية وشفنا ايضا بيبدأ بليندلوف على قلب الدفاع لانه افضل على الكرة والصعود بالكرة امام فريق بضغط ممتاز جدا ضغط عالي وضغط عكسي ايضا فكان يونايت الدخل اللي قاء بناء على معطيات نقاط قوة خصمه بشكل واضح في حين ليبربول دخل باربعة ثلاث ثلاث شاكيري فينالدوم وخلفهم تياغو الكنتارا شاكيرو فينالدوم كانوا عم بيسخطوا كثير ما بين انصاف المساحات بين صلاح وفرمينيو في جهة وبين ماني وفرمينيو في الجهة الثانية حتى ما يضطروا يصعدوا الاظهر كثير الريبربول كثير ضبط الاظهر اليوم في معظم دقائق اللقاء الا باخر عشرين دقيقة تحركات شاكيري بيش بس السبب الوحيد اللي كانت عم بتخليه يلعب لاننا شفنا ليبربول عم بيلعب تقريبا بجملة هجومية واحدة شاكيري الكنتارا او حتى هندرسون في كثير مواقف عم بيلعبوا كرة طويلة خلف دفاع من يونايتد وبيعتمدوا على سرعة صلاح وماني انهم يوصلوا للكرة وتبدأ من هناك الهجمة بعد الفوضى دخول شاكيري كان لانه افضل بيلعب الكرة للامام افضل بانه بيقدر يوصل الكرة وشفنا باكثر من كرة عم بداخلها منطقة الجزاء طبعا الشوت الاول باختلف كثير عن الشوت الثاني من حيث فارق المستوى بالشوتين النتيجة لصالح يونايتد لانه التعادل خلافي الصدارة الشوت الاول النتيجة لصالح يونايتد لكن الاداء كان اوضح تفوق ليبربول فيه شوفنا يونايتد عم بيعمل سبع تسلولات تقريبا في الشوت نتيجة انه هو بيخاف كثير من ضغط ليبربول فبيطلع الكرة بكل تسرع خط دفاع عالي من ليبربول وتسلل ايضا شوفنا ليبربول عم بيدنجح بشكل ممتاز جدا انه يمنع يونايتد يتحول من الدفاع للهجوم بالطريقة اللي برتاح فيها على اطراف دائما كان الضغط يسكر زوايا تمرير الاطراف ويجبر لحيبة يونايتد يضع الكرة في العمق وهناك الكثافة العددية لليبربول كانت عم تنتصر وتفتكي الكرة والانصر الثالث بتفوق ليبربول بالشوت الاول انه شوفنا الكرة كثير عم تدخل منطقة الجزاء لكن بكثير مواقف كان اللعب اللي عم بلمس الكرة من ليبربول من الثلاث الهجوم عم بياخذ القرار الخطأ اوضحها كانت فيرمينيو اللي سدد رغم انه ريبرتسون فاتح الجهات تماما امامه في اكثر من القرار كان القرار دائما خطأ من ماني من صلاح ومن فيرمينيو بشكل اوضح من الاثنين كانت النهاية دائما انه ليبربول تفوق في الشوت الاول بس ما مسجل مع مضي الوقت في الشوت الثاني ظهر انه ليبربول عم بدافع كويس في الربع الاول والثاني في منطقة يونايتد والنصف الوسط لكن لما الكرة تدخل منطقته عم بيرتبك واساس ذلك انه طبعا ما فيش قلب بين دفاع زي ما نعرف في اليوم اللعبين مشغول الدفاع والاهم من ذلك الفريق سيء جدا كان بافتكاك الكرة بواحد لواحد هذه خصاص اللاعبين في الملعب ما كان فيهم قادر حد يفتك الكرة بواحد لواحد بشكل جيد ربما الا فابينيو هذا الشي خلانا نشوفه شوي شوي يونايتد في صعوده عم بيخلق دربك عم بيخلق فوضه فجاءت الفرس واضطر لبربول انه يطلب مساعدة أليسون حتى ما يخسر في المقابل يونايتد لجأ لأسلوب دفاع شو 92 دقيقة نجح معه يونايتد ضغط الدفاع تماما ما عاد بده يراقب كثير الاطراف البعيدة وضع اللاعبين اقرب للصندوق اقرب لحارس المرمى كخط دفاع واعاد كل اللاعبين بمنطقة كثير ضيقة وكأنه عم بيقول الملعب هو فعليا هذا الـ 25% من الملعب انا هذا البدافع عليهم هذه المنطقة اللي حتسجله منها هدف فكانت ممكن ليفربول يدخل عرضيات دائما فيه اقدام كثيرة تبع للكرة هذا الاسلوب خلى سرعة صلاح ماني مش كثير فارقة لانه المسافة كثير جريبة فكنا نشوف ماني عم بيحاول يسرع ولا الكرة ضربت مرمى ونفس الشي مع صلاح فكان فيه نجاح بهذا الاسلوب الدفاعي ساعد فيه ليفربول كثير لانه ليفربول تقريبا سبعين دقيقة هو بلعب نفس الفكرة نفس الفكرة انت اول مرة تصدمني ثاني مرة تصدمني بعدين خلص اذا ما جبت القول من الاولى والتاني ححفظك وليفربول الموسم هذا بدأ الكلام اكثر واكثر عنه انه افكاره عم بتعيد افكار ليفربول الموسم الماضي فصار الشيء واضح فانت باليوم عدت الفكرة وبالموسم عم بتعيد الفكرة فطبيعي يوناتد يتوقعك يعني ليفربول مبام باخر عشر دقيقة تنتبه انه يحاول يسدد من بعد مع هذا النعم للدفاع فشوفنا تزديدة الكنتارا ويتألق ضيخية مباراة اظهرت انه مان يوناتد واثق بنفسه انه نتائج اللي جاءت بالفترة الاخيرة مش مجرد ركلات جزاء زي ما البعض عم بيحاول يوصفها لا هي ثقة بالمجموعة فريق عنده طريقة عم بفوز فيها رغم انه حتى الان في مسألة الفلسفة واسلوب اللعب يوناتد مش سما تكون لكن دائما مع يوناتد والفرق الكبيرة اول شي بتفوز بعدين بتصيغ مية في المية الهوية الفنية اللي هي لسه ما انصاغت زي ما شفنا اليوم اول ظهر بوضوح انه الفريق اذا فكرة فكرتين من افكاره راحه بتحسوا فيه عنده مشكلة لكن ثقة اللعبين بانفسهم سعيهم للتسجيل في اخر الدقائق بتوضح انه هذا الفريق اصبح شجاع وافضل من ناحية المعنوية من الفترة الماضية كلها مباراة بنفس الوقت اظهرت انه ليباربول هذا الموسم فاقت حدته اللي تعودنا عليها تماما الحدة والكثافة اللي خلته يفوز بالدورة يفوز بالدور الابطال اللي خلته يعمل ريمون تادا امام برشلونة رهيبة هذي مش موجودة هذا الموسم يعني حضرت تقريبا معظم مباراة ليباربول ما شفت ليباربول عم بيقدر يعمل اللي كان يعمله زمان اللي هو الضغط الشديد الرهيب الكرة مش عم تطلع ولازم الكرة تضرها بمنطقتك لعدم اسجل ليباربول عم بيعملها مرة الان والثانية بعد ربع ساعة ليباربول فقد الكثافة فقد الحدة يبدو الموضوع ما كان مجرد اعداد بالصيف زي ما انا كنت متوقع لا الموضوع يبدو مستوى لعبين وشغف لعبين حتى مش بس مجرد مستوى افراد مباراة مترددة ايضا من برونو فرناندز كثير كان عم بعقد الامور عن نفسه كثير كان عم بتوتر عم بتسرع يبدو الكلام اللي كثير اللي في الميديا اللي وضعه تحت الاعلام شفنا غارديان ديلي ميل اكثر واحد عم بتكلم اه هو شاطر امام الفراق الوسط بسمع الكبيري ما شفناه لسه هذا الضغط اللي عليه واضح انه برونو كان مستعجل يثبت نفسه فقدم مباراة عادية جدا مباراة اقل من المتوقع منه برونو كجود لا نقاش فيه كتوظيف للعبين اللي حوله لا نقاش فيه بس محتاج يفهم انه جزء من شخصية اللعب الكبير انه ما بيفرق معه الكلام برونو باكثر من مرة اظهر انه بيفرق معه الكلام بالرد على التصريحات وغير ذلك مباراة ممتازة من لوكشو من ليندلوف من بوكبا حتى بمساهمته ودوره التكتيكي اللي عبو كان واضح انه عم بيؤدي المطلوب منه بشكل مية في المية لوكشو اللي قدم مباراة ايضا لافتة التحول اللي صار معاه شيء ممتاز هذا من نسبة ليونايتد بالمقابل عندنا ثلاثة هجوم لبربول كان بعين على المستوى كل فرد فيهم حاول ربما صلاح ما نشف نعم بيحاول لكن كمجموعة هذا الثلاثي مش متواصل هذا الموسم كما يجب ارنولد مباراة ايضا فيها نوع من عدم الثقة فيها نوع من فقدان التركيز فيها نوع من انه مش ارنولد اللي تعودنا عليه وارنولد مش اللي تعودنا عليه طوال هذا الموسم حتى الان اللعب بكثير بعيد لعب كثير عم بيؤذي افكار ليفربول هجوبية شفناهم كثير ركزوا اليوم على الجهة اليوم نفس شطر الثاني وعم بيحاول يوصلوا له الكرة لكن لما توصل للكرة بتشوف لعب مش هو نفسه مش شجاعة ارنولد اللي متعودين عليها في المقابل اكيد كلوب سعيد بالكنتارا هو بيشوفه عم بيقدر يحرك اللعب بهذه الطريقة اكيد سعيد بفابينيو مرة ثانية اكيد سعيد بهالدرسل وشجاعته مرة ثانية رغم انه ما بيلعب بمركزه فيه ايجابيات وسلبيات عند كل فريق لكن طبعا الايجابية الكبرى اخذها سلشاير بنقطة في ملعب صعب والان هو مستمر بالصدارة وبراهن انه اي خطأ من ليفربول في المستقبل هيخلي ابعده ابعد عنه وصله الناية تهي الحلقة كنتبعكم انا محمد عوال موجود فيسبوك تويتر انستغرام وضروري جدا تتابعوني على قناة سيلبي سبورت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة